السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية حبايبنا المتابعين أهلا وسهلا فيكم ورجعناتكم فيديو جديد وفيديو اليوم رح يكون فيديو أسطوري بس بداية حبايبي خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وخلينا نبدأ يومنا بالصلاة وعلى النبي طبعا الفيديو هذا مميز كثير مش لا شي حلو كثير مش لا شي جميل مش لا شي ولكن المميز فيه أول شيء انه الفيديو هذا يخوان داخل كازية هذا الشغل كله داخل كازية كازية جبت رول تخيلوا هذا كله داخل كازية طيب اليوم حلقتنا عند مين يا اخوان طبعا شباب اليوم حلقتنا عند أخونا أبو ملحم التعمري علم من أعلام بيعين الطيور عن طريق اللايفات طبعا يا اخوان الزلماء مزويك محترم طبعا عنده سطحين هذا السطح زائد سطح تاني احنا اليوم صورنا السطح حتى نستكشف ايش فيه عنده جديد وجميل زائد السطح الثاني ان شاء الله رح يكون لنا عنده حلقة ثانية ان شاء الله تستمتع فيها ونستمتع كليتنا مع بعض وأتمنى أتمنى أتمنى اللي وصل لحد هون يحط لنا لايك واشتراك في القناة اذا مشترك ويعطيك العافية انسيكم مع المقدمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ما شاء الله لك هدول قرعات ايوه بدورنا ماذا دول طيرين اخوان اول تعليم يعني شوفوا ما شاء الله اخوان صلاة النبي اشي مرتب مع شباب شوفوا ما شاء الله ما شاء الله صلاة النبي صلاة النبي الله العظيم يا هيك الحمام يا بداش عاي ما تطير بس تضلها قدامك كيك عن رفسه صلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله اذكروا الله يا اخوان وصلوا عالنبي شوفوا يا صلاة النبي هالبديون سي اسطنبولي ما شاء الله اشي محترم ما شاء الله صلاة النبي شوفوا كيف النظام صلاة النبي طبعا زي ما انتم شايفين يا اخوان حمام اشي نخب محترم ومرد طبعا شباب خليكم معنا اسم نسألكوا ابو ابو ملحمة يعني شوية اسئلة كيف قدر يكرشها من مكان كازية يعني عنده مفسد عالي عنده اماكن صح عنده طريق عنده مكان فاتح ولكن بتظلها بتظلها ايش بتظلها حمام في عندها منفاسة طبعا حمام هاي اكيد اتغلب فيها اكيد واجه صعوبات فيها هو بكرشة هو بكشة ولكن اش منيح طبعا نضيعين طيرين هم حاليا في طيرين قاطعات على ما يبدو هاي منهم واحد خلينا ارجع بس هذا نوري نوري ازرق اخوان نوري ازرق هاي يقاطع منه بيدور شوفوا ما شاء الله صلاة النبي ما شاء الله اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا اخوان هاي حمام خلصة بروك حمام لسه بدها بدها شوي هاي فوقك هاي هاي دب دب هاي دب دب هاي دب دب هاي اخوان هذا كان قاطع النوري هاي ينزل هاي هاي شايفوني اخوان كان قاطع حال وقل لك لسه فيه دباني ما شاء الله صلاة النبي اخوان اشي محترم عسا اخوان نسألوا شوية اسئلة بس خلي نزل النوري لان احنا معجوقين في موضوع النوري ما شاء الله شوفوا اخوان صلاة النبي ما شاء الله شوية حمام على كيفك على كيفك اي النوري دب اي دب 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 شايفينو هاي شوفوا صلاة النبي شوفوا الجمال نوري لبني بجنن بجنن ما شاء الله صلاة النبي ابو ملحم بيحكي تلفون ابو ملحم نسألك كم سؤال اه هاي حمام كيف بلشت فيها كرش يعني انا حاس انه عندك يعني في ناس كثير بتغلب من من اقرب مفسد عليه والله يا اخوي اه عدم المؤاخد كلك الشيش والاسلوب انا بالنسبة لالي الطير اللي بيغلبني بتجارد الطير اللي بتاخر بالتالين بخففته اكل شوي حلو اه بمسكو بالليل شوف الطير على البرمي بالليل بيمسك راسمن عنه بخاف يفسد بخاف يبدأ الحمام بيظل ضم السر حلو حشوية عشوية بشت جناحو بسير رموره طيبة وسير يمسك في الحمام مية بالليل حلو يعني اه 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 انا ماستغلت في ناس بو في الطير الطير بيكون يدفت معانا بثين ثناث وبرمي ما بعرف انه مثلا يتعامل معه لا بصراحة الكشيش على اصوله بان كيف لا يتعامل معه يا عين عليه بان كيف خشه في جو الطير او بان كيف يتعامل مع الطير طبعا اما في بعض الطيور بتكون كاسولي هي نفسها بالجينات هو نفسه بتدوش يطير احنا اصلا اكبر الطيور يعني منزبها بكون الاب ومراجب صحيح والطيره يفضل تكون كبان زارة حمام صحيح صحيح فبتطع ابنهم لعين هرس يعني انا عندي بزرق شكالي طب سؤال انت بتفضل كرشل الفراخ ولا بتفضل كرشل يعني تطير حمامش الكبيرة يعني شو افضل الى شوف انا بالنسبة لالي الموسم هذا يعني انا واغرب زجيكة الاردنة اللي بسوقوا بكشفة الغور ما توفقنا حسب الجو والله انا ستين فرخت عرف على الكيف لانه الجو والسنه هاي كان يبرد ويحمى صحيح نسبة قلاع عالية نسبة امراض عالية كان في السنهاي فاللي طلع له بعشرين من المية من انتاجه في السنهاي منيح طب المطعوم تنصح فيه اه طعامة اه طعامة منيح الانتاج بيان عليها نسبة للي بخطم الفرخ تعطيه نص المطعوم وتحت هلي عبرو سبويل حلو النص الفاني بس اخطمه تحطهم خشة نظيفة معاقمة اربع خمس ايام مع ما ينظيفة كل يوم مع رافع مناعة الخشة تكون مدفة اي وامورها طيبة الطير الفرخ منها بصح سح يطلع وينزل على المسور لابين ما تطلعوا العالم الخارجي وكل مطعوم صرا في دمه طيب اه طب ام ملحم طبعا انت عندك مزادات وتشتغل المزادات كثير صحيح؟ اه كم عالية المزاد عندك؟ عالية المزاد تطلع تشتيلها شوية حمامات حلوين فراخ سطح اهمش الصدق والامانة مع الناس اهمش التعامل المصداقية لانه كلما تعملت مع الناس المصداقية ربنا يبارك له طرفنا بزيدة صحيح؟ صحيح؟ انت عقد حمامات فراخ سطح كشور بزيدة اه تبيع الناس حمام بالطير تكفل طير مطار يرجع طيرة حلو يعني انت بالمزاد مكفول مطار وطيرة؟ اعوذ بالله اعوذ بالله او طير بكون منظف طير شغلي عملي طير عمريش طب هسته في ناس راح يقول لك شي يعني منظف انا باعرف بس في ناس ما راح يعرف منظف يعني بكون مثلا فيه ريو فيه ريش عايب عشر ايوم عشر حلو مبطن مدبج فيه عصفير مخار بمنظره للطير انت شايلها او منظفها او قصها بمقصة غافر لا الله ما بيننا وبين الشغلات حلو طيب انا ما بيعطير مضيف طير مكفول عندك صفحة؟ عندي صفحة بمنحم التعمري للطيور حلو طب اخشي باب احنا اليوم ناخد الرابط برضو بنحطه الكياب الوصف ان شاء الله حتى تفوتوا تشتركوا او تحطوا لايك للصفحة واللي بحبوا ايش بيعجبوا ايش بشارك في المزاد اي ساعة مزاد عندك دايما؟ انا والله حاليا قاعد في التوقيت الصيفي على تسعة ونص عشرة لربع تمام بس هسا شوية عشته وراح نرجع على ثمانية ثمانية وربع زي هيك وان شاء الله نكون مستمرين مع انه بنعاني شوية مشاكل اه من الابلاغات والشغلات هاي بلاحظة لها من شغلات الابلاغات وشغلة الناس اللي ما بتخاف الله الله بتقطع بارزاق البشر صحيح ما هي انا بالنسبة لاني بنظام شغلي انا بحب باشتر على المكشوف انا بجيب الشيك فيه الشيك فيه مثلا مكلفتني بالثلاثمائة ليرة حولو يعني مثلا خنقول عشرين طيار مكلفيني بالثلاثمائة ليرة 15 طيار مكلفيني بالثلاثمائة ليرة لما اوصل لحد انا بعت ثلثين الحمام او جبت ثلاثين راس المال بقلب الحمام الباقي هامل يا عين يعني. شو ما ربحت ربحت. يا عين يعني. تبت لها خمسين اربعين ليرا نعمة الله ونعمة كريم. شوف الاكتفاء بالقليل نعمة. صحيح طبعا. الحمد لله رب لعننا الرائي كمان ظروف الناس انه الناس كمان وضع الاقتصاد شوي صعب لياه. صحيح صحيح. اه. يعطيك. طبعا شباب زي ما انتم شايفين ما شاء الله والله الجو رهبة والله ما بيجي لك نفس تنزب على السطح. يعني شوفوا ما شاء الله الوضع كيف. اشي مرتب. ابو ملحم بنياك تفرجينا هيك طير عزيز على قلبك. تمام? طبعا بملحم جوه يا اخوان واستنى اطلع الطير بتدور مرتب عن Perché. اقول لك هذا عزيل طير عندي في الحمام. ابعان ما شاء الله الحمام كله كنت اشي محترم طبعا. شوفوا ما شاء الله يا اخوان. صلاة النبي. هو الحمام زي ما انتم عارفين بعد قلب اتخلص. ووضع ايش جازيل. ما شاء الله. جازيل. زومبي كاشميري او ايش بكل ما شاء الله هذا العز طير عندك هذا من عز الطيور كيف مخهم هدول ضبط ايدك هيا خلنا اخذ الاخطة شاشة دقيق وخليه وقف زي الناس هذا العزيز ما شاء الله صلاة الناس الله يزيدك يا رب ما شاء الله هذا معلمي زومبي كيف مخهم بالقوة هدول ما هو الطير مغالط بشغله يعني صفر الزومبي يسموه في لبنان وفي المناطق بلاد الشام يسموه عيون البيض هذا الطير طول ما هو مغالط بشغله عيونه صفر انسى الموضوع هل صحيح المقول لأي طير مغالط بريش بجناح بعشر مخه قوي الطير المبطل الطير المغالط بشغله وواقف ومخ اه بس عدم المغالط لتحسه مطوم او مغالط بشغله صحيح صحيح بس بالنسبة لي ربي خلقت الجمال وقلت الثقل يا صلاة النبي ما شاء الله صلاة النبي اشي محتر اشي مفخر اشي مرتب صلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله الله يزيدك يا رب شوفي عندك كمان مصر اصفر الصلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هاي الحمام تنزل على المزاد تنزلش منها على المزاد متنزل من المستويات السنة هاي ان شاء الله اذا كبست ماء كله راح ينزلوا الله يرزقك يا رب شوفي عندك كمان تفرجين ايش حلوهان طبعا يا اخوان هاي كلها حلوة طبعا بس ايش كل مربي عنده شغلة مميزة يعني هاي يطير لنا اياها شوف على الصفرة يا اخوان ما شاء الله اللي بيقوم يقوم طبعا اكيد هذا اللي احنا بنحكيه دايما اللي بيطير يطير واللي ما بيطير شوفوا ما شاء الله يا اخوان انت بتحكي عن 200 طير طبعا يا اخوان زي ما قلنا لكم احنا بنكش منكازية ما شاء الله صلاة النبي شوف البرمة يا اخوان الطير العاجز اه بدك تريحه شوفوا ما شاء الله المسود الاحمر ايو مسود احمر اشي اسطورة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بس شالح شالح بس هاي المشكلة ما شاء الله صلاة النبي ما شاء الله بولندي شوف يا عمري شوفوا ما شاء الله الرقبة والجفن ما شاء الله صلاة النبي الحمام لا لسه بده بده شوف قرب تخلص بس لسه بده شوف طبعا ملحب سؤال سؤال على المزادات بما انه انت لك على المزادات تمام المزادات احيانا بتجيب همها بتخسر احيانا بطيور تخسر مش اشي ما بخسر تخسر يعني احيانا تضطر انه على المزاد انه تضطر انه اشي اسمه كمان قرفة اشخاص زي يعني يعني انا بالنسبة لي انا في بعض الناس يعني يعني الحمد لله رب بالعالمين قاعد باشتري من الناس بنفس حرفت علي كيف يعني انا بتأكد مية بالمية انه اشتري بنفسها شان ربنا كمان يباركلي وربنا يحسن الجبر عندي صحيح انه في بعض الاشخاص ممكن يبيعك طيور وهو مضطر صحيح وضعه المادي تعبان صاير محاضر اه بدي بيع لسبب ما يعني مش بايع لانه بدي تاجر مش بخاطره يعني صحيح مش بخاطره من لجأ الها من باب انه مابل صحيح الناس يعني بصراحة يعني احترام بحاول ابتعد شوي اه او بحاول اخذها يعني ارحلي البركة مية بالمية ما شاء الله صلاة النبي طبعا يعني المزادات فيها ممكن تضطر تبيع الطير مش بسعره على الطريق المزاد اجاتري فوني الزلمة يا اخوان خليكم معنا شوي يعني بقول لك احيان ممكن تضطر تبيع الطير على المزاد مش بسعره ولا بتسحب الطيور لا انا والله اغلب الاحيان ببيع ببالي حتى لو خسران الطير ممكن ربني عودني الطير ثاني صحيح صحيح الله يبارك يا رب او ممكن انا اكسب زبون عن طريق يعني خسارة المال زي ما بحكوا احيانا ما اكسب رجالي صح صحيح 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 طبعا هاي قوية راس اول طلعوا طلعوا المعوي سكاك يا اخوان بتخول ما شاء الله طبعا انا مبطر اصورولكم اياها شوها شوفوها الله يبارك له الله يبارك له ماله وحلاله يا اخوان ما شاء الله ايشي يعني روها انا متجاعة بالي انا يعني متجاعة بالي اخلص الفيديو صراح شوفوا ما شاء الله كشامر كشامر ابواز شفار بلاجكة منامير ابواز عمريات دبابنة والله دبابنة لسه ما شمت حتى دبابنة شوفوا ما شاء الله صلاة الله يا اخوان حمام عسكرية بس اقسم بالله نخل طلعوا العمري ما شاء الله ايه صلاة الله طبعا الحمام لسه مش خالصة غيار يعني قال لي هاي انا ما بطلعها ما بارف اين تبطلعها ولكن قال لي لا لا تصورها يعني ما بدا اطلعها بروا اخلقها مع البروا شوف صلاة ما شاء الله سكك 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 اشي اسطوري اقوان بس اقربت ودعي ما شاء الله الله يزيدنا ويزيدكم ان شاء الله ويعطينا ويعطيكم زيهم ان شاء الله عليهم شوفوا الزوم بها هذا العزيز تبعه وملحم وعننا هذا الزوم بي كمان كشمير الزوم بي بس ما اسم الشيء بالنية زي الله شوفوا ما شاء الله صلاة الجنبية تباني الازرق ايه تباني شونا تباني الازرق ما شاء الله اشي مهض ما شاء الله اشي بجنن اشي نضيف اشي مرتب اشي اسطوري اخوان طبعا يا اخوان الفيديوهارد خاص بقناة يوميات الحميمات ابو يوسف تمام اخوان اشي احنا عدنا كل شي مميز دايما بنجبركم اياه احنا يعني كل شي بنحاول نعملكوا اياه حتى تكونوا رضين علينا ونظلنا متقدمين ان شاء الله دائما ونبدل اذا منمر يا اخوان اشي محترم شوفها المسود اصفر صلاة الجنب هاي كلها حمام راس اول حمام كومي اخوان حمام الراس اول تمام ما شاء الله مناش نطول عند الهمام كثير عشان ايش تاخذ راحتها سوفوا بزرة المطاليب ما شاء الله صلاة النبي هاي بزرة الوسطية اشي محترم تمام راح نفرجيكو حبة محترمة الساعة بزرة قديمة بضلش منها يعني دورنس احمر دم مش دير مميش شوفوا ما شاء الله جناح مسكر صافي دقة راس اشي محترم يا اخوان صلاة النبي ما شاء الله الله يطرح لك البركة يا الله طبعا الو طيرة هذا الفحل يا اخوان طيرتو الشبه والضب شوفوا ما شاء الله طبعا هاي غرفة الزق طبعا هاي الزق اخوان راح يبطل يزقع ببيع فيه ما ظل منه يعني هاي الشغلات اللي مش نافعة يعني فاحنا راح يلفلكم بالنسبة الو مش نافع انا بالنسبة الى ما شاء الله عليها راح يلفلكم عليها لفة سريع عشان ما نطول ايش عليكم بالفيديو عطول شرح لنا شرح لنا بم الحم ما شاء الله صلاة النبي هانا ايش عنا ما شاء الله هانا كشامرة بس دخلاك بالسط ما شاء الله موضوع كشامرة عندي خط احمى ما شاء الله صلاة النبي شوفوا المساوية انا بزرة اه فيزرة بيروتية ما شاء الله صلاة النبي شوف العرباشات ما شاء الله هممم شوفوا ما شاء الله اشي محترم. طبعا نوريات صفر. طبعا هاي تصافر لجواز يا اخوان. بلديات. شوفوا ما شاء الله صلاة للعرباشات سود. فلاجكة. ما شاء الله شوفوا هالفزرة هاي. صلاة للنبي. اشي محترم. عنا هان اشي محترم. افرجيكو عس لباني مرتب. ما شاء الله عنا هان صلاة للنبي. وعنا هان رزية او رزية عشكلي ما شاء الله. طبعا نهاية باعرفش ممكن صيل او او طواير وفحول. بس دفرجيكو هالدباني ها. تعال جاي. ما شاء الله. هاذا الدباني يا اخوان ما شاء الله. شوف كيف حبتو اشي محترم ما شاء الله. قرقاطي مقرفة زي ما انت شايفين ما شاء الله يا اخوان. ما شاء الله. شوفوا اللي مزور. ما شاء الله. ما شاء الله. اي الابرش صلاة للنبي بالزرعة محترمة. خشنا. اشي مرتب ما شاء الله. طبعا يا اخوان. الاشي يعني فائق عن الوصف. مش قادر احكي لكم والله. ما الي نفس اخلص الحلقة ولكن شايفها خلصة بدري. وراح نعملها بحدود الخمسة وعشرين دقيقة الا اذا ضفنا اشي جديد عليها. ولكن انا بدي حاول اصوركم اي اشي يكون جميل ما تتركوه. شو رأيك كامل. ما شاء الله. ما شاء الله. مهدي. ما شاء الله. الله يطرح له البركة يا رب. اه حمام جميلة. حمام مرتبة. طول عمري وانا من خمس سنين وانا بشوفها بكشف فيها. بحكي كيف الى خمس سنين تيجي هان بتشوفها اه. من اكتر باجي من هوا من الفين واربعتاش هو برد. برد في فوق البيت. دايما بتشوفها يعني. دايما بوقفونا بوق اللبن وبندورة. طيب يا اخوان. راح نطلع نعطيكو اه لقطات على السريع. خلينا نشوف الشغلات الحلوة. كله حلو يعني. كله حلو كله حلو. ولكن احنا بدنا نشوف الشغلات الحلوة. شوفوا هاللي مسوت صلاة النبي. شوفوا هالشكل. الشكل دايما موجود. بحب يتصور. صلى الله ما شاء الله. مرقع الاحمر. حبة مقلوبة جاية مع كوفة عكب. شوفوا هالبربريسي هاض كمان. ما شاء الله. شوفوا الامطوق. الصلاة النبي طبعا تشوفوا كليتها صميات رديات. شوفوا هاليوز. ما شاء الله اشي محترم. عمويل حميش داك تحكي. حصر. للمتابعين اللي بيعرفوني. ولي بسألوني هون بتروح المطميس. هاي المطميس يا عمو. هاي المطميس. اذا يطمس يا زل. هاي المطميس. هاي المطميس اللي بيعرفهم من الاصدفاء. الله يعني بيوت من سبعة سنين سمين سنين. الله يطرح لك البركة يا رادي. الله يطرح لك البركة. شوفوا هالسيكي يا اخوان ننبلش هسا نوخد لاخطات بعدد ما. اخوان اللي بده همام كما نوزونا نفركم للبيع. معه قلنا قلنا. شوفوا هالسيكي. ولا غلطة ما شاء الله صلاة النبي. ولا غلطة. صلاة النبي. شوفوا هاللي مطويق هدول الحبة اللي القديمة على او. على على نفسه. طرح شوف كيف ماسك حاله ماسك بطير ما شاء الله. هذا مرقع اسود. الشكلي عينه ع السماء. لو صفره صغير راح ما بتفز. في باكدونسي شفته هان ما بعرف وينه. واستنبولي. حلوات جميلات ما شاء الله. شوفوا هالقرقاطي. دباني بواز. دباني اللي مشخة طاط. يا اخوان اشي محترم محترم محترم. راح نزلكوا اياها كلها على الارض. فهسا على اللي في لها. خليكم معنا. اشتركوا في القناة. شوفوا يا اخوان هالبوز. ما شاء الله عليه. بوز احمر احلس اشي بجنة. شوف الحمام لسه اخوان تقعد تيجي مش عارفين من وين تيجي. صلاة النبي اشي محترم. طبعا هذا النور اخوان نور بواز كان طاير. ايو هذا اللي كان اللي كان فالت. اه القويز زي القويز ما شاء الله شوفوا هالجمالة صلاة الله. شوفوا هالدباني بواز اخوان دباني ها بس شو كيف جميل. ما شاء الله حبات محترمة البدنجاني. القرقاطي. الاهور. او البطريقي بحكولوا اخواننا في سوريا اتوقع. ما شاء الله حبات محترمة مطارها قوي. مطارها ما شاء الله عليه مطارها قوي كثير كثير يعني. زي ما فرجناكم اياها اه شوفوا هال المزهور الاسود. حبته حلوة ما شاء الله عليه. فيها شوية حبات. الله يطرح لك البركة يا رب. الله يطرح لك البركة يا رب. ايش ايه? محترم بربريسي احمر. رفع راسو اكلها مش بربريسي سوريا. اكلها جي اسود ما شاء الله. ما شاء الله. شوفوا هالبوز الاسود. آآ مكاوي. ما شاء الله. شوفها العبسي كيف جاي. ما شاء الله. حبات محترمة اللي مسود هذا شوف كيف. ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا اخوان صلولنا عن النبي. آآ اشي جميل. آآ حبات حلوة. شوفوا هالمشي مشي هاض كمان. اشي بجنن. آآ سرويت البلونة. او مهدي بيحب آآ يحب الشي اسمه? الزينة آآ. اشي محترم ما شاء الله اشي بجنن مميز. يعني الله برفع الراس. واحد ما بيجي عبال وينزمن على السطح يعني. الله لو انا يعني لو عندي زي هيك ما شاء الله. ما بيجي عبالي انزمن على السطح. آآ سبحان الله كل واحد عنده اشي آآ الله يرزق الجميع يعني. الله يرزق الجميع. ويرزقنا وياكم. شوفوا هالبوز اللي برفعة هاض. بوز احلس برفعة ما شاء الله. شوفوا هالعرجاني. قرفل. احبات محترمة. اشي بجنن. اشي محترمة ما شاء الله عليه. الله يطرح البركة ان شاء الله. للجميع. شوفوا المحير. طبعا عندي منها الشاميات هاي اللي بزلت المحيرات. آآ بيحكي لي ناس عليها انه مخى من اقوى اللي مخوخ يعني. شوفوا القرقاط اللي نزلها. دوس. سرسري حلو. ما شاء الله عليه. اشي محترم. طبعا الله يطرح البركة الى صاحب الحمام. ما شاء الله اشي محترم ونظيف. الله يطرح له البركة. ويعطيه الصحة ويعطيه خيرهم يا رب. ويكفيشنهم. العموم حبايبي. احنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى اذا عجبك المقطع بتعملنا لايك. اشتراك. شير للفيديو لو عجبك. ويعطيك العافية. ابو ملحم بدك تحكي شي قبل ما نسكر. يعطيك العافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.